موسيقى واحداً البركات العظيمة أنه على الصليب التقى العدل والرحمة أنا إنسان أثيم أستحق عدالة الله لكي أموت إلى آبد الآبدين والله يريد أن يرحمني والسؤال كيف ينفذ الله عدله وكيف يرحمني في ذات الوقت لو في واحد عندنا مجرم عايزين نعقبه بالإعدام ينفع يا أخي نزار نديله إعدام ونرحمه نطلعه براءة استحالة في الصليب تم تنفيذ الأمرين عدالة الله ورحمته توازن وتناغم في الصفات الإلهية نعم الرحمة والحق التقية البر والسلام تلاسم وأحب أقول لعزيز المشاهد ما كانش فيه طريقة تانية ربنا يرحمك ويسمحك على زنوبك وفي نفس الوقت الله ينفذ عدله إلا في صليب لأنه كثير مرات منسمع الكلمة طيب إذا الرب هو قادر على كل شيء ممكن ينطق بكلمة نعم لغفران الإنسان لماذا لا يستخدم هذا الأسلوب ليه ما قالش مغفورة لك خطيات لو عمل الله كده يبقى الله عنده خلل حاش لله في صفاته فالله تعامل برحمته لكن أين عدله لقد بطل عدله فالعدل والرحمة التقيا معا في صليب الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة